أكيد كابتن محمد الشناوي في حتة تانية وحتة تالتة وحتة رابعة وحتة خمسة بس الفكرة في ايه؟ الفكرة ان احيانا انا في حاجات بتدايقني وفي حاجات ما بتدايقنيش خالص في حاجات احيانا لما بتتقال اللي بيقولها بيصعب علي وده الموقف اللي يخص كابتن محمد الشناوي اللي بينفي فكرة كابتن محمد الشناوي في حتة تانية طب يصعب علي اكتر منه انا بتدايق منه ليه؟ بعيداً عن الحراس أو الأسماء اللي هتسمعوها دول بينتموا لنادي إيه؟ هي الفكرة في إن الحراس دول مقدروش نفسه محمد الشناوي. الأول سمعنا فكرة إن جنش حينافس محمد الشناوي وجنش هو المستقبل مع الشناوي. شوية جنش أصلاً بيمشي من ناديه وبيلعب حوالي ماتشين بس دولي. شوية لا خلاص بقى عندنا عواد أغلى حارس في تاريخ الكرة المصرية أكيد ده بقى هو اللي هيزحزح الشناوي عن عرش حراسة المرمى. طب النتيجة مفيش محدش يقدر يزحزح الشناوي. بس خلاص أبو جبل اللي هياخد مننا كل الدعم وهو ده بقى اللي هيقدر يزحزح الشناوي. أبو جبل مع الوقت وبعد الخماسية كارترون بيخليه بديل وكيروش ما بيختارهوش ضمن قائمة المنتخب. نيجي بقى للأهم لما بدأ محمد صبحي يكون هو الحارس الثاني للمنتخب للشناوي. اتقال إن محمد صبحي لا ما تقولش الشناوي في حتة تانية لأنه بينفسه. أنا عندي حاجة تخلص الموضوع ده. وأصلا زي ما قسيمة لسه أقل لكم محمد الشناوي كان من الثلاث لاعبين اللي اختيروا لتمثيل المنتخب الأولمبي. مين حارس مرمى المنتخب الأولمبي؟ أيوة محمد صبحي. إذن الشناوي في حتة تانية.